في المغرب العربي الفواجع ليست بالضرورة فرصة للمصف حادث تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية قرب الجزائر العاصمة أمس والذي قتل فيه 257 شخصا تحول في بعض الأحيان إلى ساحة سجال بين المغرب والجزائر بعدما قالت الجزائر أن 26 صحراويا من البوليساريو كانوا على متن تلك الطائرة قناة مغربية خاصة استضافت باحثا استراتيجيا قال إن الصحراويين القتلى كانوا في طريق عودتهم بتنفيذ تعليمات بحرية أو حربية عفوا تلقوها من القيادة العسكرية الجزائرية لتلقي الكثير من التعليمات الحربية ونقلها لتندوف ولكن هذا الرأي له أنصاره في المغرب على ما يبدو مثلا مراد العبدي يكتب معلقا على فيسبوك قائلا اللهم لا شماتة وعلى الجزائر أن تفهم صحراؤنا في دمنا ومساندة مرتزقة بوليساريو مهلكة ولكن قنوات جزائرية رأت بدورها أو ردت بدورها على ما تصفه بأنه شماتة من بعض الجهات في المغرب خاصة الإعلامية مقدم برامج في قناة دزاير نيوز الخاصة ذكر بأن الجزائر لم تحاول أصلا التستر على وجوه الصحراويين على متن الطائرة ولا على عددهم لأن ذلك عادي تماما بما أنها تدعم قضية البوليساريو إعلام معها على الأسف من الجيران ومن الأستقاء في فرنسا يركز على لها مسألة طائرة تقل عناصر من البوليساريو سموها بين قوسين المتألم والإنفصالية الأرض الجزائرية عندها عهد بدماء الجزائرين أي إن كان في كل زمان وإذا كان هدو 30 واحد بوليساريو فكان قدرهم أن يمتزج دمهم بدم الجزائرين لكن مشاهدين إلى التغريدات حيث الجزائري أبو عامل صلاح بوتيطاو في تغريدة يقول فيها إن ما يصدر من إعلام أشقائنا بالمغرب من تشف لا يعبر عن حقيقة ما في قلوب إخواننا من الشعب المغربي الشقيق لكن نحن الجزائريين نرد نسأل الله أن يحفظ المغرب الشقيق لكن هناك دائما لحسن حظ لغة التعقل التي يستخدمها البعض كتلك التي وردت في صفحة فيديو لها بال المغربية في هذه الصفحة هنا نقرأ عزاؤنا من المغرب الإخوة والشعب الشقيق في الجزائر بعيدا عما يفعله الجهلاء من سب وشتم فنحن كجسد واحد ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تحطم طائرة اليوشين هو أسوأ كارثة جوية في تاريخ الجزائر لكن كان يمكن أن تكون المصيبة أسوأ بكثير لو لا حنكت هذا الرجل الطيار الذي استطاع بحسب شهود عيان أن يبعد الطائرة وهي تهوي عن منطقة سكنية وطريق عام كان مقتضا بالسيارات في وقت الذروة اسم الطيار كما تدورته وسائل الإعلام الجزائرية ومنصات التواصل الاجتماعي هو دوسن إسماعيل دوسن إسماعيل عمره 46 عاما وترونه في هذا الصور في قمرة قيادة إحدى الطائرات قبل رحلته الأخيرة